لوموند الفرنسية تقول في مواجهة موسكو واشنطن تعزز وجودها العسكري في أوروبا تحت عنوان في مواجهة روسيا الولايات المتحدة تصلب وجودها العسكرية في أوروبا قالت صحيفة لوموند الفرنسية إنه بمناسبة قمة حلف الأطلس الناتو التي تنتهي الخميس في مدريد أعلنت واشنطن أنها تريد تعزيز قواتها العاملة في بولندا وإرسال حوالي أربعين طائرة من طراز F-35 إلى المملكة المتحدة وأضافت بل وإضافة إلى مدمرتين جديدتين إلى إسبانيا وأضافت لوموند أنه بعد رفع الفيتو التركي عن انضمام السويد وفنلندا للناتو تميز اليوم الثاني من قمة حلف الأطلس في مدريد أمس الأربعاء من الإعلان عن تعزيزات عسكرية أمريكية جديدة في أوروبا تعتبر التعزيزات البرية والبحرية والجوية مهمة لرغبة واشنطن في طمأنة حلفائها وتقوية القدرات الدفاعية لحلف الناتو دد روسيا حتى لو جاء بعض هذه الإعلانات بل لو جاءت بعض هذه الإعلانات لاستكمال المشاريع التي بدأت منذ عدة سنوات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر